المفروض بعد كل هذه المناشدات والمطالبات من جميع الأطياف سواء كان من مجتمع سامراء كعلماء كسياسيين كوجهاء كشرائح مختلفة حتى اليوم من خارج سامراء كل المكون اليوم تداعى إلى إثبات أحقية بلدة سامراء ومدينة سامراء في هذا الجامع المبارك والمدرسة الدينية في سامراء اليوم المفروض على العقلاء والحكماء أن يستجيبوا لهذه المناشدات أن يتنازلوا لما أقدموا عليه حقيقة من أعتبرها قد تكون جريمة أو جناية في حق أهل سامراء بل حق هذا المكون الكبير في هذا البلد اليوم البلد لا يتحمل أي عملية السفزاز الذي يلاحظ حقيقة أن هناك ربما أياد تريد إثارة الفتن الطائفية والنعراء بعد أن وئد أمرها وباتت ربما قبر شأنها المستفز اليوم هو أن تعاد بعد أن رأينا ما فعل في ديال للأسف الشديد من عملية استفزازية اليوم ينتقل إلى سامراء وكأن هناك كما أقول سياسة ممنهجة لإثارة هذه النعرات لمزيد من الاستفزاز لما يأتون إلى جامع هو يعتبر رمزية له رمزية كبيرة في المدينة بل رمزية كبيرة كما قلت للمكون اليوم كل العمائم التي ترونها في مدن سواء كان في العراق أو غيرها غالبها إما من أبناء هذه المدرسة العلمية وأبناء هذا الجامع أو من طلابهم أو من طلاب طلابهم الكل له ارتباط وثيق علمي وأدبي وأخلاقي مع هذه المدرسة وهذا الجامع الكبير الذي له شأنه وثقله ووزنه في المكون السني عموما وفي مدينة سامراء هو يعد أبرز معالمها وأكبر آثارها ولذلك الكل يلجأ إلى هذه الجامع ويلجأ إلى هذه المدرسة لذلك اليوم حقيقة العقلاء الحكماء الرئاسات الثلاث وعلى رأسهم رئيس الوزراء سيد السوداني اليوم مطالب بموقف جريء كذلك المرجعية سيد السوداني اليوم أيضا له لابد أن يكون له موقف في هذا لأن العتبات اليوم ربما ارتباطها بالوقف الشيعي أو ارتباطها بالنجف أو غير ذلك لا نعلم إلا بقدر ما أن هذه الفعل يحتاج إلى تصحيح عاجل يحتاج إلى كما قلت إلى الرجوع عن هذه الخطوة الاستفزازية الكبيرة اليوم التي استفزت المشاعر استفزت المكون على جميع الأصل اشتركوا في القناة